نكمل أخبارنا وقرر المدير الفني للنادي الأهلي قرر أنه يعمل مران النادي الأهلي على فترتين على فترتين بكرة وبعده يعني هيطبق نظام اليوم الكامل الصبح وليل فيه تدريبات طيب هو بيعمل كده ليه؟ هو عايز بالسرعة يستعيد اللاعبين أمورهم البدنية بعد الأجازة ويقدر بسرعة يحفزهم طرق فنية ربما جديدة للمباريات القادمة خاصة أنه عنده مباراة جرماهية الكيني في دولة أبطال إفريقيا وعايز اللاعبها بسرعة تخش في الجد تخش في الجد دي حكاية حكاية أخرى النادي الأهلي لسه مستنى خطاب رسمي من ربطة الأندية عشان يعرف الموعد النهائي والمكان لإقامة حفل استلام درع الدوري كل جميع النادي الأهلي بتسأل فين رجع مع درع الدوري؟ لا لا عايز يستليم درع الدوري إمتى؟ وفين؟ بحسب مصدر في النادي الأهلي الموعد المقترح اللي هيتم فيه تسليم الدوري هيكون بعد انتهاء معسكر منتخبنا الوطني وقبل السفر للسعودية لخوض مباراة السوبر للأفريقيا يوم 27 من الشهر الحالي على ملعب المملكة قرينا بالسعودية يعني إن شاء الله الأمور هتبقى قبل مباراة السوبر بعد ما لعبت منتخبنا الوطني يرجعوا هشوفيهم طبعا لعيبة من النادي الأهلي وقتها يحتفل النادي الأهلي باللقب الدوري لسه المكان ما تحددش ساعات وربما أيام قليلة ونعرف الدوري الأهلي هيحتفل بيه فين